انا اعرف ان اتجعت لذلك سوف اقف اجميسة العقبان كائنات لطيفة وظريفة ومش حب هدلك ولا هتكسرلك الستان برافرف الجناح واحدة منها شايف انت الحمامة هتبقى واجبة للعقاب احنا النهاردة هنشرح ازاي تروض عقاب التوني واحد من اكبر انواع العقبان اللي تيجي مهاجر لمصر ولكن هي ندرة جدا في مصر على عكس الاستيب مثلا العقاب اللي معانا هي انسة كبيرة في الحجم ولسه جاء من الطبيعة ومبقى لهاش كام يوم فهي لسه عايزة تروض وعشان نشرح كيفية ترويد العقبان بشكل عام محتاجين حمامة وبرع وكمان دس وسبوق هذه ادوات السقارة احنا اول حاجة هنعملها ان احنا هنفك البرع ده وطبعا بصراحة انا خايف من ردة فعله لان هو عقاب غشيم شوية زي ما قلت لسه جاي من البراية وطبعا شايفين الرجلي دي قد ايه شايفين هاتدوفر الواحد قد ايه شايفين شايفين ولا المنقار شايفين شايفين ايه 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 وفي الحالتين الموضوع ليس لطيف لانه سيبهدل الدنيا انا كنت مأكد ورابة البرقه جامد عشان هوا ممكن يفكر حنت اللحظة اللي احنا بنستنها من سايتها اه يا جمال عقاب التوني عقاب التوني فيه ناس كتير مش بتفارق بينه وبين عقاب الاستيق ما فعلا نشوه بعض في الشكل والحجل لكن الفرقات ببينهم بسيطة قوي بيبص دلوقتي هوا على الحمام انا خبيتها منه احنا قابل من نجهاله وقابل من نشحن كيفية ترويد التيور الجرحة او العقبان بشكل عام عايزين نعرف الاول اكتر عن العقاب ده وعايزين نعرف ايه الفرق بينه وبين عقاب استيب اللي اكتر الناس مش بتعرف تفرق بين النوعين دول منه العقبان اولا يا جماعة عقاب الاستيب اكبر في الحجم وبيجري كميات اكتر وكمان بيكون اطول واجناحته كمان بتكون اطول واديق واسرع هوا بشكل عام وشايفين انتو الصحبة اللي هي عند نهاية بقه دي الفتحة ديت عند الاستيب بتكون داخل الجوه شوية وكمان الاستيب رقابته اقصر مش اطول العقاب دوت زي ما قلت يا قنسة بلغة كبيرة في الحجم والاناس في التيور الجرحة بتكون اكبر بشكل عام من الزكور عقاب الاستيب يا جماعة في الطبيعة معلش انا اطلغبط انا زي اطلغبط دلوقت انا اصد عقاب التوني في الطبيعة نظام الغذائي متنوع جدا جدا هو كائن انتهازي يعني هو جياف وفي نفس الوقت صياد يعني مثلا بتشوف انت لمة النصور كده على اي غزالة ولا ابن اوة ولا اي كائن سواء مفترس او لا ميت بيكون عليه لما هو بيكون معاهم غير النقطة دي هو برضو بيستعد حيواناتي مجدا يعني من اول الحشرات لحد الزواحف من اول البرز لحد كمان تعبان المنبى السوداء ولحد الولالات اصحلية الورد دي هي نوع ضخم من الزواحف يا ضبك انا وقفت بس لتليفون عشان صوت القطر راح العقاب نطة نطة كسر بها الستند خالص وبهدني انا كنت هتكلم عن نظام الغذائي طيب ايه تقني غير الزواحف والحشرات اكيد طبعا الكوارد وانواع كتير من الثيور من اول الحمام لحد مالك الحزين وكمان الفلامينجو يعني هو بيعرف يستطى فرايس بحجم كبير كما انتم شايفين هو من ساعة عمال بي نطة مع الوقت هيتعلم ما ينطش لما يلاقي ان اللي بيعمله ده مفيش من ثلاثين ام فايدة غيرين بيبهدلني المهم عقاب التون يا جماعة مختلف عن عقاب الاستيب ان هو غير مهاجر يعني هو كائن بدوي بدوي يعني بيتنقل من مكان لمكان ولكن مش هجرة هو بس بيتنقل زي زي البدوي كده وكمان احيانا قليلة بيشارك في الهجرات الموسمية انه ده اساسا شاع في كارة افريقيا وكمان اجزاء من اسيا الوسطى والهند انه ده برضو على عكس عقاب الاستيب مش خواف او يتجاه البشر وممكن في الطبيعة يسمحلك انك تقرب منه وتصوره مش خجول جدا يعني فدلوقت يا جماعة احنا عايزين ان العقاب دوت ياخد علينا ويعرف ان احنا مش مصدر خطر بالنسباله وكمان مصدر اكل فاول حاجة هنعملها ان احنا هنديله الحمامة نبداينا نعارك النجوع فعشان كده اجميزة الوكبان كائنات لطيفة وظريفة وكيوت ومش حب اهدلك ولا ستقصر لك الستان برفرفة الجناح واحدة منها مع انه مستهلش بس هنكفر بالمناسبة جماعة هو ها بداي اكل كنت اتكلم بالمناسبة اي طير جارح سواء عقاب او سقر او اي حاجة لو انت عايز ترواضه طبعا احنا الاول بنرواضه قبل ان نخش في محارة التدريب والعقاب اللي معنا احنا في فيديو ده بنرواضه بس طبعا احنا مش هنرواضه من فيديو ولا فيديوهين ولا ثلاثة العقبان بالذات بتاخد مدة كبيرة جدا في الترويد ومدة اكبر في التدريب فلازم تسهر معه كتير وتواض معه اغلب وقتك انت لما تجيب عقاب لازم تكون فضيره لازم تقوم معه اغلب وقتك لان غير كده مش هيتضرب ولا هيتروت شايفين هو بيقطع الحمام ازاي بسهولة الركان ده متكيف تماما انه يقتل فرايس هو ها الاول بينظف رشا بعد كده هيبدأ في التهم وطبعا الادوات اللي انت محتاجها اولا البرقع البرقع ده بيغميه ومهم جدا ومنفعش تجيب اي ترجاع رح سواء عقاب او سق من غير البرقع لانه هو البرقع ده بيخليه مش شايف اي حاجة اول ما يجي بيكون مش قابل انه هو محبوس فبيحاول يهرب ويتنطط في كل حتة البرقع بقى مش بيخليه شايف حاجة وبيخليه يفضل ثابت مكانه وكمان انت ممكن تأكله هو لابس البرقع لو هو لسه جاي لسه اول يوم عشان يقدر يعيش معاك لان انت لحورت تأكله اول يوم الاحتمال اكبر انه هو مش هيكل قدامك ولا حاير ده اكل خالص كمان ان العقاب اللي معانا هو في محارض غير الريش لازم اي طير جارح يكون معاك في محارض غير الريش تأكله كتير قوي لانه هو محتاج يتغز قويس في الفترة دي طيب يا جماعة عشان انا درايا واجعني طيب الوقت انا بحاول اأكله هو بقى متردد بسبب الكلب اللي عمال بيحاولين ده لما نقرر اللي احنا بنعمله ده بقى كل يوم الوعقاب حيفهم ان احنا اللي بناديه الاكل وانه هو قاعد جنبه ومش عايز اخد الاكل منه ولا اي حاجة فعشان كده هو بيأكل وهو متطمن اي نعم هو لسه متروطش امتى تعرف ان هم متروط خالص لما ما حاولش يتير وكمان ما حاولش يكفخ او يعض او يخربقش اتا ممكن تروط سقر في خلال اسبوع مثلا اما لو عقاب مش هتقل عن الشهر لان هم يعني دماغهم غبية شوية مقارنة بالسقور دول فصيلة والسقور فصيلة تانية خالص العقاب كمان بيأكل حاجات اكتر من السقر في حاجات بتبقى غلطة على السقر ولكن العقاب ما يهموش زي الفراخ مثلا كمان عقاب التوني ده مش احسن عقاب للهدد ولا للدعب والعقبان بصفة عامة هي مش احسن حاجة في الهدد معا ده طبعا العقاب الزهبي اما غير كده فهم مش احسن حاجة زي ما قلت فالله هيحصل ان احنا لازم نفضل مع العقاب ده وقت كل يوم ونسهر معاه حوالي لو انت تعرف تقعد معاه الى 24 ساعة اقعد معاه انا عارف ان ده صعب ولكن ده هيسرع من عملية ترويده اكتر هو بس عايز تقعد معاه عدد ساعة كتير وطبعا تأكله وانت قاعد جنبه وتحط ايدك برضو على جناحاته او رجله بحيس ما يخافش منك ويتعود انك هتلمسه عادي والطريقة دي هيعرف ان البشر مفيش اي مصدر خطر منه ودي كده كل حاجة عن ترويد وعقاب التوني وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو اشتركوا في القناة